تخطط سلطة الأراضي بالتعاون مع الصندوق الدائم لإسرائيل الككال لتحريش أرض النقع مجددا بعد أن أوقفت حملتها التي تستهدف نحو 30 ألف دنم بملكية خاصة لأهل القرى مسلوبة الاعتراف وذلك في أعقاب الهبة الشعبية في النقب ضد تنفيذ المخطط مطلع العام الجاري تم خلالها اعتقال العشرات أولا قضية النقع يعني ها هو مخطط قديم جديد كانت عدة محاولات للاستلاء على منطقة النقع من خلال عملية التحريش واليوم أتول لنا بمخطط لهم دروس أكثر من دائرة أراضي إسرائيل والكيرن كيامت للاستلاء على أكثر أراضي في منطقة النقع وتهويد النقع كليا وكان وزير المالية أبيكدور ليبرمن صدق مؤخرا على طلب سلطة أراضي إسرائيل بإعفاء الككال من مناقصة كونها المسؤولة عن الأعمال الميدانية وعلى استمرار حملة التشجير بهدف للحفاظ على الأرض من الغزاء لغاية أواخر العام القادم بميزانية وصلت لنحو 35 مليون شيكل كان كثير من الوعود حول أراضي كثيرة في النقع أن يتم علاج قضاياه ومشكلته بالذات أرض الرويس وأرض النقع وكان من المقرر أن يتم تحريش هذه الأرض لولا الهبة الجمهرية والوقفة التي قام بها أهل النقع ثم تلقينا وعود أن مسألة التحريش ومسألة مصادرة هذه الأرض انتهت ثم نلاحظ أن في الفترة الأخيرة منذ أسبوعين عادت نفس الجرفات وعادت دائرة أراضي إسرائيل لتضع هناك لافتات أن هذه الأرض هي أرض مصادرة وأن هذه الأرض سوف يتم تحريشها في النقع ب35 قرية عربية تسلبها السلطات الإسرائيلية حق الاعتراف حيث يقطن في هذه القرى قرابة 150 ألف مواطن منذ عقود والذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية دون كهرباء وبنى تحتية ومؤسسات صحية وتعليمية وفي ظروف شديدة من الفقر